بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري كما يقول آية الله السيد إبراهيم الزنجاني قدست روحه الزكية بأن لهذا الذكر المهدوي آثار عجيبة وأفعال غريبة بعون الله عز وجل في قضاء الحوائج أسرع من لمح العين لأن فيه ماذا؟ اسم الله الأعظم اقرأ أولا هذه الآية أو هذا الورد يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا فعالا لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر الأعلى يا من ليس كمثله شيء هذا الدعاء تقرأه مرة واحدة ثم تقول ثلاثمية وستين مرة يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة وبنيها يا صاحب الزمان أدركني يا فارس الحجاز أدركني يا أبا صالح المهدي أدركني ولا تهلكني ثلاثمية وستين مرة ثم تصلي على النبي الخاتم محمد وعلى أهل بيته عشر مرات ثم تقرأ سورة الفاتحة ثم الإخلاص ثم سأل حاجتك فإنها مقضية حتما وقطعا ببركتي هذا الذكر المبارك ببركتي صاحب الزمان ويقول السيد الزنجاني بأن هذا الذكر فيه اسم الله الأعظم ويظهر منه الأثار العجيبة الأفعال الغريبة بعون الله تعالى في قضاء أي حاجة في قلبك برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام كما تعرفون جيدا أفضل الأوقات بعد صلاة الفاجر أو بعد صلاة العشاء أو في خلوة فيما بينك وبين الله في أي وقت وقدر الإمكان تكون متوضعا جالسا على جهة القبلة لوحدك لا يقاطعك أحد وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر